يا جماعة والله مصر بخير والف مبروك التضخم بيقل الحمد لله والحكومة اكدتلي ان التضخم عندنا بيقل حضرتك الاسعار زايدة معاك وانت بتشتري دي مشكلتك انت مشكلت التجار الجشعين مشكلت ان انت مرتبك مش مكافي مشكلت ان احنا عندنا ازمة في الدولار لكن التضخم بيقل احنا بخير يا جماعة حضرتك بتنزل مش لاقي تاكل ومش عارف تجيب كذا وبطلت تجيب الاصناف الفلانية والسرع الفلانية دي مشكلتك انت لكن التضخم بيقل ارقام الحكومة لا تجذب ارقام الحكومة بتقول الحقيقة اللي انت مش عايز تصدقها اللي هي يا باشا ان التضخم بيقل تعالوا نشوف مع بعض ارقام الحكومة والخبر اللي بيأكد لنا ان مصر بخير في عهد فخمته سيء الذكر عبدالفتاح سعيد خليل السيسي بص يا سيدي التضخم ينخفض رسميا في مصر بس الواقع غلاء لا يتوقف تظهر البيانات الحكومية في مصر تراجع اسعار المستهلكين اللي هو معدل التضخم يعني لكن الواقع بيعكي الصورة مغيرة في ظل قوائم الاسعار الحقيقية على مختلف السلاع والخدمات طيب معدلات التضخم الحكومية اللي بتتراجع تعالوا نشوف الارقام اللي قالوها في بيانات الحكومة بتقول ايه بص يا سيدي نشوف اللي بعده يا جماعة معدلات التضخم السنوية بلغت نهاية عام الفين تلاتة وعشرين نسب قياسية وصلت لاربعين في المية البنك المركزي بيسعى لخفضها لعشرين في المية كحد اقصى بنهاية العام الفين اربعة وعشرين جهاز الاحصاء الحكومي اعلن ان معدل التضخم الحمد لله تراجع على اساس سنو وقال ان احنا وصلنا في شهر يوليو خمسة وعشرين في المية مقابل سبعة وعشرين في المية على اساس سنوي في يونيو فهنا الحكومة بتبشرنا ان احنا هوب نزلنا من اربعين في المية في ديسمبر تلاتة وعشرين لخمسة وعشرين في المية في يوليو اللي فات جميل اوي طيب الاسعار اخبارها ايه ماهو التضخم ده يعني الاسعار الاسعار يا عمي وضعها ايه انت بتقولي ان التضخم الاسعار والحاجة نزلت لخمسة وعشرين في المية تعالوا نشوف بقى الارقام اللي تكلم عنها العرب الجديد في التقليل ده فهتلاقي مثلا انه سعر رغيف الخبز الحر ارتفع بنسبة عشرين في المية اسعار الدواجن ارتفعت من خمسة وتسعين جنيه لكيلو لمية خمسة وعشرين جنيه لكيلو اسعار اللحوم البلدي ارتفعت من ربعمية وتلاتين جنيه لربعمية وتسعين جنيه البيض طبق البيض زاد من مية وخمسين جنيه للمية خمسة وتمانين جنيه بنسبة تلاتين في المية في المتوسط اسعار الخضروات سعر كيلو الطماطم والبطاطس عدى خمسة وعشرين جنيه في الاسواق الشعبية وصل لتلاتين جنيه في المراكز التجارية بسبب ارتفاع الاسمدة والمبيدات نروح للفول والطعمية اكل الغلابة زمان يعني بيقول لك يا سيدي انه قرص الطعمية الوزن بتاعه اللي هو القرص الصغير صغير الحجم ده تم تخفيض وزنه بنسبة خمسة وعشرين في المية هتجيب لنا الطعمية يا جماعة ولا هنفضل عند اللحمة ما فيش طعمية خلص بقى مش مهم خلص يعني شيل كويس قرص الطعمية الكبير ارتفع سعره من اثنين ونص لاربعة جنيه وعلبة الفول خفض وزنها هي وكميات البطاطس اسعار المصروفات المدرسية بيقول انه الزيادة فيها خمستاشر في المية وفي حاجات كمان زارت في بعض الملائل المدارس التجربية واللغات لاربعين في المية في المصاريف الادوية عشان برضو نبقى يعني مع بعض في الصورة رئيس شعبة الادوية علي عوف توقع زيادة اسعار 1600 مستحضر دوائي فالادوية كمان بتزيد هيئة الدواء طلبت من او طلقت طلبات من جميع شركات الادوية العاملة في البلاد ان هي تزود 600 صنف في الربع الاخير من العام الحالي فانت بتكلمني انه انت يا عمي التضخم بيقل بالارقام الرسمية مش عافية هو مش بالدراع احنا مش في خناءة فانت بتقول لي انا نزلت التضخم اب امرت ايه الناس وضعها ايه الناس في كل حاجة متبهدلة طيب في جدول مهمة اوي عن تطور اجمالي دخل الاسرة المصرية تعالوا برضو نشوفوا عشان نفهم القدرة الشرائية الفلوس عند الناس الدخل بتاعها اخباروا ايه مع الارقام من الحكومة بتقولها الكلام ده وفقا لتقرير لمؤسسة فتش سيليوشنز قالت انه في 2021 كان الدخل المصري للأسرة المصرية 89 الف جنيه ده السنوي بالدولار يعني 5740 22 بقى 103 الف يعني 5460 لاحظ ان الدولار بينزل لان الجنيب ينهار 2300 بقى Marta 31 يعني 4274 24 بقى 165 الف. يعني 3677. وبعدين آآ بيبدأ يتكلم على السنين اللي بعدها التوقعات بتاعتها من خمسة وعشرين لتمانية وعشرين هيوصل لإيه. طيب فاكرين كلكم طبعا ستيف هانكي البروفيسور بتاع الاقتصاد في جامعة جون هوبكنز الامريكية اللي استضافنا مرتين في آخر كلام في يناير اللي فات وتقريبا من ثلاث اربع شهور كمان. ستيف هانكي ليه مؤشر خاص بالتضخم يتكلم فيه عن الارقام في مصر. تعالوا نشوف قال لي. تحت الضغط الشديد من صندوق النقد الدولي. لم تتمكن مصر من إيقاف طباعة العملة. آلة الطباعة تعمل بأقصى طاقتها حيث ارتفع عرض النقود بنسبة تسعة وعشرين في المية. لا عجب انني اقيس بدقة معدل التضخم في مصر اليوم بنسبة مذهلة تصل الى سبعة وستين في المية سنوية. فاحنا عندنا الناس بتعيش حاجة معينة. هانكي شايف انها سبعة وستين في المية. لكن الحكومة بتأكد ان مصر بخير مش عايزين حدية. لا التضخم على معيار سيء الذكر هو بس خمسة وعشرين في المية.